قال المتحدث باسم كتلة قدمة نيابية يحيى المحمدي أن مشاكل العراق ليست مختزلة برئاسة البرلمانة وجميع المكونات منقسمة وأشدد المحمدي على ضرورة تثبيت مبدأ الأغلبية السياسية الصنية وهي استحقاق تقدم مبينا أن الرئيس بن نيابة محسن المندلوي أدار الجلسة بشكل جيد ولم يكن معرقلا لها وأشار إلى أن الشركاء في اتلاف إدارة الدولة تسببوا بما جرى في جلسة الانتخاب وأن المعلومات التي تحدثت عن تصويت بعض النواب ونواب تقدم لصالح عيساوي غير صحيحة ولكن ما جرى بجلسة السبتة وضرب للشراكة ولاستحقاقات الجميع وأضاف أن تقدم متمسك باستحقاقه بمنصب رئاسة البرلمانة وعلى الآخرين احترام ذلك وهذا المبدأ ماضم به الحلبوسي ولم يحدعنه